أعزائي طلبة طلبات الصف الثاني السنوي يلا بينا الكل يجهز نحل أسئلة على الـ Active and Passive السؤال الأول تحت عنوان حل وختار 40 سؤال فقط هتلم بها أشكال الـ Passive والـ Active كله إن شاء الله ركز حتى لو تتفرج على الحلقة دلوقتي اختار الإجابة هتعرف الحل الصح يلا مع بعض يغطر الإجابة إيه؟ يلا عشان أساعدك في القواعد كمان Oh my God برافو يا شباب فعلا 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 الناس حلت حل صح هنا يخلين أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا إيه هي؟ ركز معايا دلوقتي أنا بتكلم على قاعدة قاعدة إيه؟ قاعدة إيت القاعدة بتقول لحضرتك دي يخليها عندك سابته القاعدة يكتبها دلوقتي وإسيادتك تعرفها القاعدة بتقول إيت لما يكون فيه عند حضرتك إيت وبعدها verb to be وبعد كده الباسبر تسفل يبقى لازم تلاقي بعدها كلمة ذات وبعد كده بقى الجملة يبقى القاعدة بتاعت حضرتك إيه؟ أيها الكتابة ظهر إيه نوصبور شوية هذه القاعدة بتقول لحضرتك إيت verb to be ذات بعدي جملة كملة إيت verb to be زائد بي بي ذات جملة كملة يبقى إيت وذات يبقى في النص verb to be ومعه الفعل في بي بي الباسبر تسفل سبت القاعدة دي عندك لو سمحت إيت وذات ما بينهم إيه؟ بي verb to be أوكي؟ يلا لبعده تحت عنوان ربنا يا هستور داس عايزة قاعدة تاني؟ أوكي من ناحية الشمال إيت بلاس verb to be بلاس باسبر تسفل ثم ذات الكلمات أفضل لكن خلي بقى لحضرتك السنة دي في تنية سنوي ست جمل بس كلمات عشر جمل جرامر يبقى الجرامر أفضل النهاردة يلا بينا نشوف الحل ما شاء الله يا شباب الرجالة من سيطرة هالوضع خالص نفوخ بتلانا الناس دي هتجنيني خالص برافو إيرددال برافو 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 شكرا يلا نشوف الحل توكلنا على الله فعلا يا شباب الجملة بتقول لحضرتك they will offer her the award soon دلوقتي لو سبعت انا عايز اسأل حضرتك سؤال ايه شرط المجهول اما اثمان عايز منه ايه اميرة تشوف الجملة لما الجملة بتقول لحضرتك هنا they will offer her who is the subject here please يلا مين السبجك هنا who is the subject ماشي يا باري بتحت امرك who is the subject يا شباب مين السبجك هنا they اما الobject her انا هنا عندي two objects الاولاني her والتانية the award فلما جاقول هم حيقدمو ها لا هم حيقدمو الها جايزة فبالحل بتاعك لو هتبدأ بكلمة she تبقى she will be offered يعني ستعطى فانا قلت ايه فيها قلت she will be offered the award soon اوكي طب انا لو عايزة ابدأ بكلمة the award اه the award الحل فعلا صح the award will be offered to her بس مفروض تقول ايه buy them مش buy they يبقى لحل الاولاني كله غلط ليه لان الجملة الاولى فيها buy they مش buy them نقول تاني نقول تاني هم حيقدمو لها الجايزة يبقى هي ستقدم لها جايزة فيبقى she will be offered the award جملة عادية هو طب لو حقول كلمة the award يبقى the award will be offered to her buy them مش buy زي فيهمتو كده اولاد يلا ندخل على اللي بعد ايه قولنا عدد الاسئلة اربعين سؤال فقط مش كلهم طبعا وخدين وقت بس عايزين نغطي عليهم وربنا يسطر السؤال الثالث سؤال الثالث طبعا خلي بالك وانت بتحيل ان انت بوك مفرد برافو they haven't brought the book pack احنا عارفين ان اصل الماسف الا تعلم ال subject عشان كده جملك بتقولك ايه لما يقولك حول الجملة للمكهول احزف انت الفاعل وابدأ بالمفعول وهات الفاعل بتاعك في ال pp على طول قبله verb to be يلا ركز قول هيه جبت الدرجة اهو قلنا الجملة ازاي اه دي احزف ال subject اللي هو زي ابدأ بال object اللي هو ايه ابدأ بال object يعني تبدأ بالمفعول فنقول الجملة the book طب البوك مفرد ولا جمع لا مفرد يبقى the book has مش have اوكي يبقى الحل هنا the book hasn't been brought back yet اوكي ليه الشباب عايزينها كلمات الجرمر مهم جدا ليه عايزين كلمات يلا يبقى الجملة هنا the book hasn't been brought back yet ايه اللي جايه اسهل ركز معايا قدامك 30 ثانية ترجمة نانسي قنقر 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 يا ترى الحل ايه برافو عالناس اللي حالة برافو برافو they don't use machines اسأل نفسك سؤال يا شباب مين هنا المفعول مين الابجيكت طبعا على طول هو الماشينز بتستخدم ولا بتستخدم تستخدم يا ميستر يبقى لما تلاقي الجملة بصف لازم يكون بعد المفعول verb to be ومعه pp فالحل يبقى machines aren't used there اللي قال بتجاو بسرعة دي مهكرة مش مهكرة على حاجة وما بس عينهم بتلقط معلش يلا اللي بعدي يلا يا جوهرية شدوا حلكو شوية يلا يا شباب عما اسمان صحي منه ما حيكمل معكم مكاني شدوا حلكو رجل كبير وينقول were made طب السؤال يا أولاد هكتب جملة عايز حد يخليها باسف لو سمحتوا يلا الجملة بتقول ايه بس في ايه يلا تشوف الجملة بتقول ايه الجملة بتقول she made me come late عايز حد يا أولاد يخلي الجملة دي باسف she made me come late she made me come late عايز حد يا أولاد يخلي الجملة دي باسف لو سمحتوا I was made to come late برافو محمد يا جات رجع بقوة هو ما شاء الله عليك حد غيره روح 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 برافو آية فعلا يا شباب الترجمة هنا بتقول I was made to come late by her برافو أميرة جملة الجميلة فعلا 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 الحل كده فعلا أصل made أن made تأتي في صيغة الباسف يبقى احنا لازم نعرف أن الباسف بتاعها هي في الأصل ما فيش فيها to لكن لما تيجي تعملها باسف لازم تجيب معاها to وده من ضمن الحاجات اللي لازم تعرفها عن كلمة make يا شباب ويا بنات يلا مع بعض آدي الترجمة وآدي الجملة بشكل الباسف ها هي الجملة يلا يا شباب تمام آدي الجملة هي اللي بعضه تحت عنوان ربنا يستر أوكي محمود يوسف يا ولبي بيقول ما عليش يا أميرة لحظة واحدة محمود يوسف بيقول continue اوكي انا كده كده قلنا بسجل الحصة دلوقتي وارفحها بعد شوية لكن المهم ركز مع بعض محمود بيقول continue كلمة continue ولا بيجي وراها verbal ing ولا تقول مصدر سؤال عام لكل الطلبة الحلوين ركز ووعا تغلط ing 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 مصدر مصدر اوكي طب خلي بالك كلمة continue بتقبل اتنين verb ing or two plus infinitive زيها زي كلمة go on go on برضو يعني استمر go on برضو بتاخد الشكلين tool مصدر وverb ing بس الفرق ان لما يكون معهم verb ing ان يستمروا في نفس الشيء الذي كان يفعله اما اذا كان بعدها tool مصدر معناها ان ينتقل الى شيء اخر يلا نشوف الجملة ولاء جمال يا جلاء اعملي updates لو سمحتي يا جماعة حد يتابع احنا مختنش اسست انا اسف طب يا جماعة الناس القديمة تخدم بالله عليكم الناس القديمة تخدم معنا الناس الجديدة وتعرفهم الوضع لو سمحتوا يلا حل معايا ما شاء الله لقد احتل المركز الاول الاستاذ اسماعيل عبدالسطار زهراء المركز التاني رهام التالت سكتة يا مريم يلا حلوا بسرعة يلا يا شباب فعلا الاجابة تبقى hadn't been he didn't take part in the conference هو لم يشترك في الم في المؤتمر اوكي ابو سيف اسف يا ابو سيف اسف جدا هو لم يشترك في المؤتمر because he hadn't been informed لانه لم يعلم يعني ما حدش قاله حاجة ما حدش قال ايه عرفه طب يا شباب معلش ما احترام من الكل كده كلمة تيك حد يقولي شكلها تيك ايه حد يا جماعة ساعة الجلاء جمال لو سمحتوا بتشتكي ما فيش صوت يلا شباب في كزا تيك صح طب انا حقول كبتك ايه وانتا تقولي تيك بلايس يعني ايه تيك بلايس يعني يحدث برافو برافو تيك بلايس تيك بلايس برافو طب تيك ذا بلايس او او تيك اي بلايس او او تيك سموان بلايس يعني في فرق بين تيك و بلايس تيبع معنا ايه ها احد تحدي يقول لها ده ياخد مكان برافو يعني بتسوي كلمة برافو يبقى تيك بلايس على بعدها يحدث تيك حاجة بلايس يحل محل برافو عليك يا برايين طب تيك بارت يا ولاد يعني ايه يعني ايه تيك بارت يشارك برافو تيك بارت يشارك شططير يا ولاد ايوة كده بقى هم دون الناس رجال تجار الحلوين والبنات اللي بتعملين يلا مع بعض الباقي ايوة في حاجة تانية اللي هي ايه تيك حاجة بارت او تيك افارت مش تيك بارت ايه على بعدها حد يعرفها لسه مش كتير ولا حاجة اللي فات او يا ابت سامتي لا مش كتير ما تليش بص بقى تيك حاجة بارت يعني ايه يعني هشوف لك هاية دلوقتي شوف لك اللي جبه تحت امرك يعني ايه تيك حاجة بارت يعني ياخد جزء منها يعني من الاخر كده يفكك او يفصل اوكي طب تيك اوف على بعضها يعني ايه يا ولاد تيك اوف يعني ايه على بعضها تيك اوف تقلع طائرة ايوا يخلع ملابس برضو ما تنسوش برافو طب تيك شخص اوف يا ريت الناس دي كلها تبقى موجودة انا قلت معاك كتابة اكتب يلا تيك شخص اوف كزة وكزة معناها يأخذ شخص مكان الى مكان او يقوده الى برافو عليك يا شباب طب تيك ان يعني ايه تيك ان يفهم برافو يستوعب جمال يمتص ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله يدرك طب في حاجة تانية اعرفينها اسمع قملة دي I was taken in as he stole my money معنى قملة دي ايه take off لما قل حضرتك the plan take off the plan took off او takes off او كزة طب نقول تانية قملة بتاعتك I was taken in when he stole my money معنى قملة لقد خدعت يمكن تأتي take in في الباسف بمعنى خدعة في take turns نسبة عارفينها take off يغلق لا فيش take off يغلق take turns يستضيف لا مش يستضيف ياخد دور برافو عليكم يا شباب طب في ناس اولاد بتقول عايزين شرح الجملة دي ليه ما قلنها شوزنت وقلنها hadn't been اقول لحضرتك حاجة اسمع الجملة انا نقول مثلا انا ضربت احمد لان هو حل غلط هو ايه اللي حصل الاول احمد حل غلط ولا ضربته اه ايه اللي حصل اول حل غلط صح دايما بيكز بعدها الحدث الاول فجملة بتقول لحضرتك هو ما اشتركش في المؤتمر عشان ما حدش بلاغه يبقى بعدها الحدث الاول قول معايا الحدث الاول تام الحدث التاني بسيط الحدث الاول تام الحدث التاني بسيط يبقى لازم الحدث الأول يكون ماضي تام ثم الحدث الآخر ماضي بسيط ماشي يا مروان صححت معلومتك برافو يبقى احنا قلنا هو الحدث الأول تام الحدث الثاني بسيط فعشان كده الجملة بتاعتك بقت هادنت بين ندخل على اللي بعديه والربنا يستور اغز 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 يلا يشباب شباب 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 برافو 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 الاجابة فعلا صحيحة it would be appreciated يعني appreciate أصلا كلمة appreciate يعني يقدر appreciate فيبقى الجملة بتاعتك it would be appreciated if you could reply as soon as possible يعني سيكون شيئا سيكون شيئا مقدرا مقيما ذو قيمة إن استطعت أن تجيب على قدر استطاعتك نشوف اللي بعديه دي 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 طبعا من عنية حشرح بعد ما خلص المرة دي أنا المرة دي دوري الحل نخلص من بعد ثلاثة أيام وهيبقى دوري أنا الشرح وركز معايا وعلى فكرة برضو أنا بشرحه بحل يعني وحد يقول بتاعتك منصة يلا لد نكمل قيق هزو الشباب ثلاثة أيام فعلا 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 الجملة بكل بساطة هتبقى the letter by Tom آه هو دلوقتي الجملة هنا فيها دليل بصوا فوق بيقولك إيه Tom is writing طبعا الناس ما خدوش بالها بلفق إيها أنا عارف الصربعة بتاعت الناس صربعة تدمن قدمين يا أخوان بصوا الجملة فوق the Tom is writing a letter يبقى بيكتب الخطاب يبقى خطاب يكتب أنا عارف أحد تشاف أنا عارف يبقى الحل is being written علشان اللي فوق إيها طب دلوقتي يا شباب سؤال الكل لو ما فيش الجملة اللي فوق دي هتحل هنا إيه هتختار إيه هتختار إيه أولاد ها لو ما فيش الجملة اللي فوق هنختار الحل إيه 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 أنا ما رأيه هاسبين صح الجملة اللي مهات صاحب المضارع التامي لمها يعني إيه لما تلاقي جملة جاية لك وما فيش فيها تحديد زمن استخدم present perfect لأنه هو بياخد الكل بيتكلم عن المضارع وعن الماضي وعن كذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دايماً الجملة المغر صاحب المضارع التام بيلمها أوكي يا شباب يلا لبعد ترجمة نانسي قنقر يلا يا شباب برافو طبعاً مصد طبعاً يا شباب برافو عليكم عملنا الحل إيه عشان كلمات مصد مصد من أفعال النقصة مودل ويمسك يلا أمسك وراء وقلم ويكتب معها اللي حقوله كان كود شال شود ويل وود مي ميت مست أوتو كان كود شال شود مي ميت مست أوتو دول بيجي بعديهم يا أولاد دي الأفعال النقصة لازم بيجي وراها بي والذرب في البي يعني ما تقوليش مست كاري أو مست بي كاريت ما تقوليش ولا باي تقول والبي بوت لاتقادة تانية يبني أوكي فلما يكون عند حضرتك بكل بساطة الجملة فيها فعل ناقص يبقى لازم تبقى فعل ناقص بي 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 والباس برد 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 ماست يا شباب فعلا الحل بكل بساطة زي ما قلناه بيريموف ده عشان كلمة ويل من الأفعال النقصة يبقى الحل ويل بي ويل بي النهاردة يونت ثري مش يونت ون يونت ون دخل في بعض التمريم في الآخر هتعرفها يلا شباب اجهز جملة سهلة جدا هتطالك هدية اشتركوا في القناة ايوة طبعا البيت مش بنى بونيا مداما بونيا يبقى لازم الفيرب في البي بي يبقى هنا الأفعال بتاعت حضرتك تبقى طب الأفعال النقصة كيف تحولها ما حبيبي بحولها ازاي مالك اما اسمان عايز منه انت يا مير اسيبه ناين في حاله الأفعال النقصة تبقى كما هي ومعها بي والبي بي فبقولش مست بلاي بقول مست بي بلايد بقولش والباي بقول بي بوت وهكذا يلا هنا الجملة كلمة واز يبقى معها بلت اللي بعده اجهزوا يا شباب سهلا بحطة تركيز برافو the computer was repaired the computer was repaired لان الكمبيوتر مش هيصلح نفسه هيتصلح يبقى صلحة الحاسوب يا آية لسه دخلة ماشي والله الجمل الصعب جاي يا حابد بس اسبر شوية يلا لبعدها يلا لصعوبة بدأت تقل شوية بس بعد شوية حتزيد عليك فركز وها تنسى يا شباب ركزوا كويس الجمل دي مهمة جدا خالص ليك يلا رجالة برافو يلا بنات شجعوا رجالة شوية يلا جهرية the house is built لأنه يبنى وليس يبني يلا لبعادي السؤال اللبعادي سهل جدا ركز استعد حل 14 رقم 14 اجهزوا يا شباب عاش طبعا محدش ينسى بعد ما نقفل على طول بحوالي ربع ساعة هنأمل محاضرة تانية خاصة بالترجمة فقط للي عايز تكمل معنا كده بحنا نارضة حلين عن U3 والترجمة كمان يلا this table law is made وطبعا مش بحتاجة شرح اللي بعديه ويبنقول على صوتنا ربنا يستر أوكي هواتي صوتشي ويا يلا يا شباب let's move برافو the bike is made ما شاء الله عليكم والله والله يا شباب والله تمام مسابق الترجمة وحال الترجمة يلا بعد شوية عايزين نخلص برافو where bikes where used to طب ليه where يا شباب ليه ما نقولش R يلا ليه ها يلا بسرعة ليه ما نقولش R علشان عندك من the past برافو ما شاء الله علي والله العظيم احنا ما محتاجين مدرس احنا محتاجين بس حد يواجهنا للطريقة يلا شباب شد حيلك اجهز معنا the room has been by my sister bravo cleaned ما شاء الله عليكم عاش رجالات عاش اميرات الجهري برافو 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 من كل قلبي شكرا جدا ليكم اكيد طبعا كله التربية يعني مدرس اللي بعده 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 يلا يا شباب اجهز حرام عليكم والله يلا يا جماعة نشوف الحلول معنا لانه the growth of our economy is reserved لانه ها يحتفظ اوكي هدا فعلا الجملة بتاعتك باسف برضو يبقى احنا محتاجين ايه تركيز معاك اوعك ونفاكر ان كل باسف في جملة خداعة يونيث يا ترى الحل بص معايا به الحل هو يعني مطلوب تركيز او مذيب من التركيز مطلوب لتحقيق الهدف يلا كده انتو تمام تمام والله حد عنده ايه سؤال ليه بس يا كوين عايزة ايه عايزة كلمات حاجب لك كلمات يلا مش هينفع نفتح برنامج دلوقتي مش هينفع نفتح المايك عشان دي مسابقة في المحاضرة بتاعت الترجمة هنسمع وحنغيرها دلوقتي الكلمات حضيف عليها كلمات يلا يا شباب اللي بعده ايه هزو برافو يا شباب الحال فعلا are made ليه are made لانها بكل بساطة suggestions الاقتراحات are made يعني تعاملت ده طبعا يعرفك ان كلمة suggestion بتاخد معها make make suggestion يعني يقترح يقدم اقتراح يلا السؤال الان وصلنا الى نصف المسابقة وما ذالت المقدمة حتى الان رجالي اسماعيل عبدالسطار المركز الاول محمود ابو سيف المركز الثاني احمد ناصر المركز الثالث شهد المركز الرابع محمد جاد المركز الخامس اميرة الرسم والشعر المركز السادس ما شاء الله عليك يلا نكمل اللي بعده الليل امають مقدم كرم لذالت الكريم Wieder捍 of ا reflections ما شاید يا شاء الله عليك بيجهز برافو يا ولاد ريسبيكتد لأنها باسف هنا الجملة بتاعتك باسف ركز بقى ما تضيعش الحل منك في ايه معلش هرمونين هرمونين كل شوية أفقرك وحضرتك مش عايز تكرم معلش حقيق علي يا كوين حقيق علي يا والله هتكرموني والله والله هكرمك ماشي يا كوين مصفت الامتحان يا ولاد احنا قلناها مصفت الامتحان تانية سنوي عبارة عن ستاشر جملة تشوز الاول ثم سؤال القطعة اتناشر درجة ثم شكرا يا اماني ثم والترجمة تشوف البعدي اجهز واستعد اسماعيل حافظ على المقدمة كده كده في تحتك اتنين اربعة دلوقتي ما شاء الله ده اميرة لزة مركز الخامس اميرة تلت مركز الخامس يلا يا شباب الشباب مقصر الدنيا ما شاء الله عاش رجالة رجالة الجهر ايه صحي تمام برافو 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 طب ليه ما نقولش اي حاجة تانية بصا اوضع لحاجة خويسة عرفك طريقة تحلي بيها الباسيف دون وجع قلب ايه هو هل الفلوس بتصرف في الباسيف يبقى احنا رقم واحد اختار الفعل في البي بي الباسبرتاسبل يبقى انا مش حاهم كده رقم واحد مش هتنفع خالص صح طي لازم الباسبرتاسبل يكون قبلي verb to be يعني verb to be am is or was where be been being لازم البي بي يكون قبلي am is or was where be been being فعشان كده ما ينفعش ولا جملة غير ايز وينفسد يلا يلي بعده وربنا يوسر عاش محمودة بالصيف المركز الاول الان سلام عليكم يا شباب يلا نحل مع بعضنا الجمل اللي جاية هاي معكم الحاجة أبو committing واف بيمس عليكم ونقول new factories are built ليه حطينا built علشان الجملة هنا عندك تتكلم عن بسف مصنع جديد مصانع جديدة تبنى لتوفير وظائف للشباب يبقى معك الحل يا شباب كلمة build لأنها تبنى أي الجملة في المجهول أبو نواف بيمس على البشوات جملة في حاجة إلى التركيز برافو عليكم يا شباب الناس على الصح برافو برافو نيو سبايسز أو بيتر فلايز كلمة سبيسايسز يعني يا أولاد سبيسايسز أو سبيسز سبيسايسز معنى إيه معنى هفصائل نيو سبيسايسز أو بيتر فلايز المذيد من أو الجديد من فصائل الفراشات تم اكتشافها يبقى were discovered اكتشفت لأنها باسوف برافو يا شباب والله أنا فرهاب بيكوا أوي أصبر يا محمد الصعب جاي إيه وعدت غلط في الجاي ايوه واه 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 طبعا بكل بساطة طبعا هناك غملة بكل بساطة هتبقى serviced يبقى the car was serviced by global professional mechanics two weeks ago then serviced جاية هنا بمعنى إن إيه تم خدمتها أي بتخدم بتصان يعني مرافو الشباب والله جملة جميلة وإنتوا أجمل والله إيه اللي بعده 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 أي إيه أتغل 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 بروفو الشباب الحال هنا by was taking by the final decision القرار الأخير القرار النهائي the final decision to do the project was taking by a committee of experts يعني القرار الأخير في تنفيذ المشروع تم اتخاذه بواسطة لجنة من الخبراء أوكي جاي هاي تاني أهلا وسهلا بك يا برو لسه فاكر ضاعت منك فرصة الفوز النهاردة من فاش ويز لازم باي لأن هما السابجيكت اي شباب نفس الكلامة باي لأنها تأتي بعدها الفاعل لما طبعا العمال اللي احنا قلنا عليه مكتدين and it took a lot of time يلا اللي بعدي اجهز اللي جاي صح معلش يا فاطمة أكيد جمعت كتير يا ابني لا ده مش حرف جر عايزين بمعنى بواسطة معلش حروف الجر سهلة بس بحتاج تركيز لأن الفرق بينهم بسيط يلا يا شباب الكل يجهز فعلا الجملة هنا عند حضرتك بكل بساطة scored لأنه passive احرز الهدف احرز الهدف يا رب يكون الجول تمام يلا لبعدي قبل الناس ما تنام أميرة بتقول رد علي ما تخذتش بالي بالسؤال بعد لحظة هرد عليك برافو يا شباب برافو برافو هذا الذي يعرف عني كم بلاس يعني قصر برافو برافو قصر فعلا فالحل هنا يبقى the palace has been designed أميرة كنت بتقول لي عايزة ترد علي ممكن السؤال لو سمحتي أوكي ماشي تحت أمرك حد عنده أسئلة أميرة عندك آي سؤال عايزة أني السؤال غير ما تقول لي لو سمحتي أميرة تشير أوكي اللي بعدي ما شاء الله ولاد ما زالت المقدمة رجالي أول أربعة رجالي اجهز يوضح الغلط فعلا الحل هنا تبقى was examined yes the sick man was examined and was given some medicine يعني تم الكشف على الرجل المريض وأعطيه بعض الأدوية اللي بعديه وربنا يسطر فهذه لا سيئة كتير لا خلاص يا حلوين إحنا كده بقى التسع أسئلة أول سؤال منهم آهو يلا بينا ليه نقول where and given لأ معشان بسف and was given تنفع given على فكرة مش غلط إيه اللي بعضه 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 let's go guys please seven five four three two one برافو يا شباب الحل هنا معنا yesterday the house was painted لماذا painted لأنه passive وقلنا شرط المجهول أن يكون الفاعل في البي بي على طول قبل verb to be إوعى تنسى تقول يبقى أدام قبل passive لازم الفاعل في البي بي قبل verb to be يلا نشوف اللي بعضه هدى عنده أسئلة في جملة دي أوكي نشوف اللي بعده أسئلة سهلة مش قوي محتاج تركيز يلا فعلا the article will be published in the newspaper next week يعني إيه publish يا أولاد إحنا طبعا نعرف معناها published يعني نشرت تنشر ينشر أوكي علشان كده لازم publish لو جايب معنا نشرت أو تنشر يأتي معها passive أما إن أردت أن تتكلم دون البسف مش تستخدم publish تستخدم come out يلا السؤال 34 ترجمة نانسي قنقر 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 يلا يا شباب برافو عليكم إجابة صحيحة الفعال هنا يبقى was made اجهزوا يا شباب المنافسة النهاردة جديدة طبعا رقب تلفون بتاع الناس عرفاه وكمان صفحة اليوتيوب ما حدش ينسى عشان بعد ما نقفل على طول هتتقال هتترفع عليها الصفحة ديت ناخد اللي بعدي وربنا يسطر محمود محمد مصطفى يلا نوارتيا محمد نوارتيا محمد لنسى وقفق لانه تغلط تغلط ايه ايه سرقت بعد الشر عليها طبعا يبقى الحل هنا يبقى ايه اسم القناة عمرو قاري زم احنا عرفين يا شباب براف عليك يا صلاح عاش يا صلاح ايه غز سوال غميل accountable تركزوا يا شباب كانسر اصدري كانسر اصدري اصدري ولن يت therapists بمعنى يتم التنبؤ على دقيه هو بصندوين Andre البعض يا شباب سؤال 37 رابو ما شاء الله الحاضرين فيئين عفارم عفارم ذمان الثوت ودي القاعدة اللي احنا قلناها اني لما يكون عندك ات بنخب معها ذات لكن لو ما فيش ات وفي عند حضرتك فاعل عادي بعمل ايه في الحالة دي بجيب بس تركز لو الجملة مضارع اجبتو المصدر لو جملة ماضي اجبتو هاف والباسبرترس بول دوة معناها الفاعل اوكي يلا لبعدي حانش كلكم حزقوا نجيب بتأخر ماشي تبرون اهمتكو الرجالة حتى الام مسيطريين على المراكز الاولة والتانية والتالتة والربعة والخمسة كماني عفارم رجالة الحالة هنا فعلا تبقى The student in class should be equally treated يعني equal treated يعني يعاملوا بمساواة واه 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 يلا شباب اللي بعدي تهلا الدي تفسلنا عن نهاية الحصة نجهز كمل بعدي oh my god bravo شباب bravo 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 فعلى الحل بتاعكو زي ما عملتوه هنا our new strategies have be aimed طبعا ها مفروض اه ها غلط صح وهاد غلط الحل هنا will be aimed لان الوحيد اللي بتيجي معها بي هي الفعل الناقص ولا اللي بعديه اخر سؤال في حلقة النهاردة اجهز يلا شباب ما شاء الله عليكم فعلا يعرف يعرف يعملها بصف القملة بتقول اجهز اكتب بقلمك اكتب وراء القملة وعيزك تعملها بصف القملة بتقول he he likes he likes others to respect him عايز اخلي جملة دي يا شباب بصف من فضلكم he likes others to respect them he likes others to respect him الجملة مكتوبة اصلا يلا يلا حد يعملها بصف يلا يا شباب يطرر حل ايه يلا 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 he likes to be respected برافو ايا others لا غلط برافو كل اللي عملها he likes to be respected صح ولو جبتها ing will he likes others respecting him مثلا فيبقى he likes being respected كده احنا النهاردة نقول الف الف مبروك الاستاذ محمود ابو السيف المركز الاول احمد داصر المركز الثاني احمد جاد المركز الثالث وسامة المركز الرابع واحمد يوسف المركز الخامس المقدمة كلها رجالة عاش رجالة جهري عاش بجد البنات فين 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 البنات يلا نريح شوية وننتخل مع بعض سؤال الترجمة اللي عايز يوصل معنا فيه مفيش يا ولاد في الان في الامتحان المرة دي ركز امتحانك تشوز ترجمة باراجراف قطعة وبس ايه الترجمة بعد حوالي ربع ساعة ما تنساش صفحتنا على يوتيوب في الربع الساعة دي هتلاقص حاجة اتعمل على طول ونشوف مع بعض اسم القناة عمر الدول